بعد كده هناخده كم سؤال من بارت ايت من بارت ايت كله سهل مش اي حاجة خالص مش حاجة صعبة خالص بس كم سؤال كده برضو برضو من زمالكم بعتولي برضو بالاسئلة دي بيقول طبعا هنا بيشاور على فالسكيل ده عبارة عن بارت لحنا تتاكي فانت البوينتر بتحرك وبيندي لك الباليو بناء على حركة البوينتر شوفوا البوينتر وقف فين فيبدي المؤشر ده بيشاور على الرقم الموجود على السكيل فانه في نمبر اي قالك the component allows يسمح ان الدفلكشن بتاعت الجيل فلومتر arm هو نسمى arm اللي هو البوينتر to be measured يعني حركة البوينتر بتاعت او الارم بتاعت الجيل فلومتر ممكن تتقاس يبقى عن طريق الاسكيل ده السؤال اللي بعده نمبر ثري برضو طلبوا احد زمالكم the diagram shows cross-section of moving coil galvanometer which of the following diagrams mostly correctly represents magnetic field around the galvanometer score اللي هو البوينتر او الارم كلها عبر عن راضياء طالع من النورث رايح للسوف طالع من النورث رايح للسوف طالع من النورث رايح للسوف بالمنظر ده كده يبقى ده المنزر بتاع الراديالفيلد uniform radial radial يبقى انهي واحد من دول يمثل انهي واحد. واحد يقول لي مثلا ايه? ازاي ايه? ازاي ايه? ازا كان بص كده. بص الارضة طالع كده. والارضة طالع كده. ازاي يعني? يعني الاتنين نورث? ينفع? لأ ما ينفعش وطبعا. يبقى ما فيش عندي غير مين? بي? بي هي الحل اللي هي الصحيح. ده اسمه الى ايه? راديا الفيلد يبقى الحل يكون بي. اه نمبر فور ده دا اجرام شاوز موفين كويل الجلبان. طبعا السؤال دا متكرر. فكذا ببقى. انا نحل واحد بس منه. دياجرام شوز اموين كوي الجلبان. فانه وقت ترميز ايه الى جلبان. ايه الى جلبان. طيب هنعمل ايه? اول حاجة. اللهم اصلى عليه سيدنا رسول الله. اول حاجة. اه هحط هنا يعني هنا الفورس الفورس هنا على فوق. والفورس هنا على تحت. عشان يلف في اللي هو الايه اللي عليه. بيلف كده. صحيح? اه يبقى دا الفورس. طبعا. الفيلد الفيلد من النورث للسوف. اه الفيلد كده. اخذ بالك بقى. طيب انا بقى لو خليت الفورس في دا. يبقى دا الف. والفيلد في الديريكشن دا. اللي هو البي. لو انا طبقت هنا فليمينج ليفت هاند رول. ليفت هاند رول. هلاقي ان الكرنت اللي ماشي في الواير لازم يكون في الديريكشن دا. شايف? في الديريكشن دا. دا الاي. يعني الكرنت لازم يمشي كده. كده. يبقى لازم يمشي كده. 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 اه. على غاية ما يطلع على. اه. بص يطلع على بي. يبقى بي هي الناجتف. ولازم يخش من الاي. يبقى الاي هو. مسلا. عشان اول ما يخش. ها? خش هنا على الاكس دا كده. يخش يلف كده. ماشي? يلف كده. يعني انت لو طبقت على فوق. دا كده. كده. والثمب على فوق. يبقى لازم يكون لجوه كده. لو كده يبقى لازم يلف من نحية تانية كده. يبقى هنا الخطب. دي. يبقى دي لازم كده هي رايح على البي. يبقى البي هو هو. والبي هو اي يبقى ده اللهم صلى الله سيدنا رسول الله انا هيبقى سأل عن اي تنك اي اوع بي هو الى كونكتف اوتبوت سورس يبقى اي زي ما انا قلت لكم اي بس هو الاختيار ملا ازي يعني انا ققعت في نفس الحاجة كنت يعني بقول لكم خلوا بلكم منها هو عكس هنا يعني الاجابة هي اي بس حطها الاختيار بي يعني دايما بختار يعني الاجابة هنا هي اي فعلا اي هو الاجابة هي اي بس حط الاختيار اي بي انا انا شخصين واعتفل اي في اللعبة دي خلي بالك بقى رقم 13 غالفانومتر scale is divided into 40 divisions 40 شرط such that every division 6 مايكرو امبير يعني كل شرط مكتوب عليها 6 مايكرو امبير شرط 2 يعني 12 3 شرط 18 وهكذا what is the current that will make the غالفانومتر pointer that reflect to the quarter of the scale بسيط هو السكيل دا كام 40 شرط يبقى اه والشرطة بكام الشرطة بست ماشي هلو كده يعني الشرطة طب ربع السكيل هو ربع الاربعين كام هتقول لي 10 divisions يبقى ال current بيساوي 10 divisions division الواحدة بكام بستة مايكرو امبير يطلع لك كام 60 مايكرو امبير يبقى ربع السكيل 10 شرط والشرطة ب10 الشرطة بستة بستة مايكرو امبير يبقى العشر شرط اللي هم يمثله ربع السكيل دا current ربع السكيل كام هتقوله 60 مايكرو امبير اللي هو دا او بطريقة اخرى لو انت عايز تكيب الاي ماكس هتقول 40 شرطة بستة مايكرو امبير يطلع لك كام 240 مايكرو امبير طبعا عايز ربع الاي ماكس بسيطة يبقى ربع المتين واربعين يطلع كام 60 مايكرو امبير دي طريقة تاني يا برد نمبر 15 اجل بنومتر of sensitivity 2 degrees per micro per medley ampere هزا coil of resistance 100 او 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 اول حاجة هجيب الكرانت الكرانت بي ساوي V over R يساوي 1.5 over 100 بس اللي طلع هضربه في 10 power 3 طب ليه عشان يطلع بالميلي امبير يبقى يطلع هنا في 15 ميلي امبير لان هنا اليونت بالميلي صح يبقى هنا طلعته كده الكرانت بالامبير وهضرب في 10 power 3 عشان يتحول لميلي امبير طلع 15 بعدين نقول له ايجابة وهنا بيقول لي بالميلي امبير يعني كل 1 ميلي امبير يكون في الكويل هيعمل ديفليكشن كام طب لو الكرانت كان 15 ميلي امبير يبقى الانجل كام فهنقول فيه تبقى بتساوي 15 times 2 over 1 هيطلع كام يعني الميلي امبير الواحد بيعمل ديفليكشن باتنين طب اتنين ميلي باربعة تلاتة ميلي بستة طب خمستاشر ميلي امبير ها بيقام بتلاتين ديجريز يبقى الحل بي نفس القصة في نابر 16 بيقول هنا عكس بقى الموضوع عايز الكرانت بسيط انت لسه ايد دلوقتي لما يعدي كرانت كان ايوه طب انا لو البوينتر دخل في كرانتاني عمل 20 ديجري يبقى الكرانت يبقى كام يبقى اي يبقى الاي بيتساوي ايه هتساوي 20 ديجريز في واحد عالة هيتطلع كام هيتطلع 10 مايكرو امبير يبقى الاجابة اي 10 مايكرو امبير رقم 20 ده يعتبر اعلى سؤال بقى في البارت ده يعني هو البارت ده اساسا سهل جدا كله مفش سؤال حتى الواحد دي يقدر يقف عنده مفيش ده بس ده بقى يعني ده اللي فيه فكرة تقريبة اجل فانومتر بوينتر ستوبس اه اخل بلق بقى اتسرت الريدينج يعني فيك هربة دخلت اه والبوينتر تحرك 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 لغات ما وقف وقف اتسرت بيقول لك كده مهم اه اه معلش انا اخدش مالي بوصوا بقى جمعة يعني ده اه معلش اهو اهو نفس التفكر يعني بس الزيلو في النص وفي هنا على يمين وفي هنا على السيميل طيب البوينتر كانواقف فيه البوينتر كانواقف عند الزيلو خلص دخل كارنت البوينتر تحرك البوزيشن بتعود تغير بقى وقف حين مثلا عمل انجل ثيتا ووقف ووقف عند سرتين فالي ووقف فيش حركة هو قال ووقف ايه ذا جاء البانومتر ريدز اي والكويل ده هاز نمبر اف ترنز ان ماشي وهاز اريا اي ماشي يعني بيان ها وبي وإي وإن وآي كل حاجة موجود كل حاجة موجود ماشي بعد كده وبي بص بقى شوفوا السؤال شوفوا الخبث في السؤال عايز ريزالتان معايش عايزش عايزة تورك مع التورك بيساو بيان لكن الريزالتان تورك هو في كم تورك عشان نجيب ريزالتان ده فيه اتنين اش اخد بالك ده فيه في هذه اللحظة في اللحظة دي اخد بالك الاول بيبتدي التورك بيان سعى بي آي اي ان يبتدي الكويل ايه يتحرك يظهر التورك عكسي الله اكبر التورك العكسي ده مين اللي عمله الابوزيت تورك ده الابوزيت ده بتاع بس في البداية بيبقى صغير وتورك عكسي خد بالك المهمة باستمرار الدوران ال بينضغطوا وينضغطوا وينضغطوا لغاية ما يبقى بتاع الكويل ماشي تورك الكويل يتساوى مع تورك الايه التو سبارل سبينجز تورك اللي هو الابوزيت ايه الماجنة وهو مابوزيت الابوزيت يبقى resultant تورك resultant تورك بيساوي زيرو ايه الدليل ان الابوينتر وقف ما هو ده هي الكلمة دي اللي حللتك الموضوع الابوينتر وقف ليه لان فيه اتنين توركس والاتنين بيساوى بعض وعكس بعض في المكان ده وبالتالي الابوينتر هيتوقف عن الحركة بسبب تساوي التو توركس بالعكسة بعض خد بالك بقى من القصة دي لان التورك هده بايه بزيره معنا قالك ايه كارنت اي وعدد لفة انو اريا اي وبي اه يعني بيان اي يعني اخترسي لا يا حبيبي لمش تقلش على التورك انا بيسأل على الريزالتنت الريزالتنت خد بالك من ايه اللفه الدوران شكرا ايها الطلب المحترمين وإلى ان نلقاكم في لقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا